في لبنان قال رئيس ميشيل عون أن بلاده على أبواب إنهاء ملف استخراج الغاز داخل الحوض الرابع لصالح لبنان من دون أن تكون هناك أي علاقات مباشرة مع إسرائيل وإنما بوساطة أمريكية وفي السياق ذاته أفادت مصادر مطلعة للتلفزيون العربي أن سفيرة الأمريكية في بيروت دورتيشية تعتزم تسليم عون مسودة المقترح الذي وضعه الوسيط الأمريكي لترسيم الحدود البحرية المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل ووفق المصادر فأن الحكومة اللبنانية ستعطي مدة أسبوع للرد على المقترح الأمريكي لافتة إلى أن ورقة مماثلة ستسلم إلى الجانب الإسرائيلي من بيروت ينضم إلينا اللواء عبد الرحمن شحيطلي رئيس الوفد اللبناني المفاوض على ترسيم الحدود البحرية سابقا أهلا بك سيد شحيطلي الآن هناك هذا المقترح الأمريكي الذي حسب ما ذكر من مصادر مطلعة أو ما يتم تداوله بأنه سيقضي بتسوية بين لبنان وإسرائيل وفق هذه الوساطة الأمريكية على أن يبدأ كل طرف بالتنقيب ومحاولة استخراج الغاز ولكن وفق حدود هي غير نهائية عمليا تبدأ على بعد عشرات الأمتار كما يقال من الشاطئ اللبناني ما يعني أن سيكون هناك تسوية على أساس معقد وإشكالية كبيرة هل برأيك يمكن أن يذهب لبنان فعلا كما يبدو من أوساط رئيس الجمهورية إلى قبول هذا المقترح؟ على ما يبدو أن المقترح لن يرقى إلى اتفاق حدود بين لبنان وإسرائيل سوف ينهي النزاع الحدودي أو النزاع على استخراج الغاز والنفط من البحر اللبناني ولكنه يبدو أنه لن يرقى الاتفاق نهائي على الحدود البحرية لأنه أولا ما زالت البقعة الواقعة ما بين الشاطئ انطلاق الخط وثلاثة أميال في البحر ما زالت هذه نقطة عالقة وقد منذ 2012 عندما قدم السيد فريدريك هوف اقتراحه تجنب الخوط في هذه المنطقة وانطلق الخط فريدريك هوف من ثلاثة أميال بحرية في البحر والآن على ما يبدو أن الأمريكيين يريدون الكرة مرة أخرى وأن الخط المقترح الأمريكي سوف ينطلق من البحر ولن ينطلق من الشاطئ وستبقى هذه المنطقة التي هي منطقة زاد طابع أمني مهم جدا بالنسبة لإسرائيل لأن الخط في هذه المنطقة يذهب جنوبا ويكشف الشاطئ الشمالي لفلسطينة هل من ضمن المقترح الأمريكي؟ فإن الشرط الإسرائيلي هو شرط أمني نعم شرط أمني إسرائيلي ولكن أيضا سيد الشحيتلي من ضمن المقترح الأمريكي الذي قدمه الواسطة الأمريكي هل ربما يقدم مقترحا لمنطقة مشتركة مثلا وهل سيذهب لبنان في اتجاه ذلك؟ والرئيس عون قال بأنه لم تكن هناك أي تعاون أو تنسيق مباشر مع الجانب الإسرائيلي الحقيقة هذه المنطقة إذا أردنا الدخول في الحديث فيها هو حديث ليس قصير لا أعتقد أن الوقت يكفي ولكن ما أقوله هو أن هذه المنطقة ذات حساسية أمنية لإسرائيل ولكنها منطقة لبنانية بامتياز يعني لا يستطيع لبنان التنازل عنها لذلك طرح الإسرائيل منذ العام 2009 عندما كنت أنا أفاوض طرح أن تكون منطقة أمنية ولكن اشترطت يوم متى أن يوضع الخط الطفافات الموضوع من قبل إسرائيل أن يوضع من قبل الممتحدة في مكانه الأساسي ومن ثم نتكلم عن المنطقة الأمنية وهذا ما رفضته إسرائيل وما زالت ترفضه حتى الآن هي لا تريد أن تغير مكان خط الطفافات الذي وضعته داخل المياه الإقليمية اللبنانية هذه النقطة هي موضع سوف تعود إلى المباحثات طويلة في النكورة ولكن كما ذكرت سيد الشحيتلي بداية بأنه سيتم على ما يبدو تسوية للمضيف في الجانب الاقتصادي لنقل من كل هذا الملف ويبدأ كل طرف بمساعيه لاستخراج الغاز ولكن يبقى المشكل الأمني عمليا بالنسبة لإسرائيل وحتى بالنسبة للبنان ما خطورة ذلك على ما يبدو هناك تجاه لبناني رسمي على الأقل بذهاب في هذا المقترح ولنحن نعلم موقف حزب الله وأيضا هناك معارضة شعبية لهذا المقترح أعتقد أن الزهاب إلى أنهاء النزاع البحري سهل جدا لأنه ليس مطلوب من لبنان أي شيء في هذه الحالة المطلوبة من إسرائيل طالما أن الاقتراح الأمريكي هو وافق الإسرائيلي على الخط رقم 23 والخط 23 هو معلن من قبل لبنان في الأمم المتحدة هذا يعني أنه ليس مطلوب من لبنان أي شيء ليس مطلوب من لبنان سوى سحب آخر رسالة أرسالتها للحكومة اللبنانية منذ أشهر قليلة والتي طلبت الممتحدة أن توقف إسرائيل استخراج جنوب الخط 23 أن لبنان في هذه المنطقة حق اقتصادي هذه الرسالة أرسلتها وزارة خارجية وزارة خارجية أبنانية سحب هذه الرسالة هذا ما هو مطلوب من لبنان فقط في هذه الحالة لأن المنطقة المتنازع عليها التي هي شمال خط 23 وضعتها إسرائيل بإعلانها الخط رقم واحد يكفي أن تقوم إسرائيل من جانب واحد بسحب هذا الاقتراح الرقم واحد وأن تعنى إسرائيل بعدم ممارسة الضغط مستقبلا على الشرك التي تريد استخراج في المياه اللبنانية كافة المياه اللبنانية شمال الخط 23 وينتهي النزاع البحري الاقتصادي بين لبنان وبين إسرائيل على استخراج النفط يعني خطة إنهاء النزاع خطوة ليست بعيدة وليست مستعصية ممكنة إذا أرادت إسرائيل إنهاء هذه الخطوة وإنهاء هذه الاصراع إنما أن نصل إلى الاتفاق حدودي يتوافق عليه الحكومة اللبنانية وتوقع عليه حكومة لبنانية وتوقع عليه حكومة إسرائيلية وهذان التوقعان ترسل للمم المتحدة بأن لبنان وإسرائيل قد أنه قد وافقوا على حدود بحرية فيما بينهم أعتقد أنه ما زال هناك إشكالية في هذا الموضوع وربما الإشكالية هي تقع في جانبين أولا الجانب الأمني عند بدء الخط أو 300 ألف البحر والجانب الثاني هو جانب أنه هذا نوع من التطبيع والذي لا يستطيع بدان المضيفي بالرغم أن ألفت نظر هنا على شيء أن توقيع من قبل الحكومة اللبنانية ليس هناك حكومة اللبنانية في لبنان اليوم قادرة على الاجتماع لتوقع على هذا الاتفاق فالحكومة مستقيلة وربما وهذا يعني أن الموضوع مؤجل إلى حين انتخاب رئيس للجمهورية وأيضا تكليف رئيس الحكومة جديدة كما أشرت اللواء عبد الرحمن شحيتلي شكرا لك من بيروت رئيس الوفد اللبناني المفاوضة على ترسيم الحدود البحرية سادقا شكرا جزيلا لك